المنشير وتهمة التحريض على الفوضى فبقيت تهمة واحدة وهي تهمة مس كرامة المؤسسة العسكرية بهذا المقال عندما قال أنني أرى عناصر الجيش تتطالك الفقران فأنا أقول أن المؤسسة العسكرية إذا أردت أن أعطيها الحق بأنها بأنها اعتبرت أن هذا مس من كرامتها فتقدم قضية ويكون أخي بري في بيته لأنه لم يقم بأي جرم وعندما يقوم بمحامي ويكون تقاضي أمام محكمة وأمام قضى عادل أما لكنه اختطف من بيته كأنه اختطف من بيته قبل العيد بأربع أيام وقضى العيد في السجن ثم الآن هو حكم عليه بشهرين سجن وهو الآن في السجن فهل هذه الثورة؟ هل هذه الديمقراطية؟ هل هذه الحريات التي يعيدوننا بها؟ أنا أريد أن أناشد حركة النهضة وأناشد المؤتمر الجمهورية وأناشد التكتل وأناشد المسجد التأسيسي المستقبل بأنني هذه الإدارة التي قامت بهذا الفعل هي إدارة فاسدة إدارة فاسدة في أسلوبها وإدارة فاسدة في عناصر من عناصرها فهذه الحكومة المستقبلية أن ترين معنى الحرية حقيقة ومعنى الديمقراطية وأن يكون الإنسان آمن فأنا أحسست بأن أخي غير آمن لأنه أحس بالحرية وذهب إلى الجيش يستنكر والآن هو في السجن طيب الآن سؤالي لك هل هناك إمكانية لنقض هذا الحكم واستئناف القرار الذي صدر بحقه؟ نعم المحامي المبروك القصنطيني وهو المكلف من الساطف ومعه مجموعة محلق الدافع عنه طالبوا يعني قدموا مطلب استئناف والاستئناف هو جاري وباعتبار أن الحكم بشهرين أرجو أن يكون خريع الاستئناف خلال أسبوع أو بعض الأيام ثم ربما سيطالبون بالصراح الشرطي ولكن أنا من موقعي باعتبار قضية حرية رأي وباعتبار قضية يعني مس من حرية الإنسان بما يعبر عنه وطالب بنقض هذا الحكم وتكريم أخي نبيل مثل تكريم كل مناظري سيدي بوزيد وثورة سيدي بوزيد وشباب سيدي بوزيد وأشرح سيدي بوزيد وشهداء سيدي بوزيد الآن اللجنة التي شكلت للدفاع عن أخيك تضم شخصيات وطنية حقوقية تونسية ومنظمات ما هي خطة عملها ما الذي تنوي التوجه به بداية اللجنة في الأول تكونت حتى تثبت للمؤسسة العسكرية وللحكومة الحالية وللقضاء التونسي وللاعتقال وغيره بأن المجتمع المدني قوي والاستدعب السر بن موسى شكرا للمشاهدة